قلت لحضراتكو انه في اجتماع النهاردة في القاهرة في غاية الاهمية لوفود امنية امريكية واسرائيلية مع الوفد الامني المصري عايز اقول لحضراتكو اخر الاخبار ايه لانه حقيقة الموقف في غزة بيتصاعد بشكل كبير فلازم اقول لحضراتكو اللي حصل منذ قليل في مصدر رفيع المستوى بعد انتهاء هذا الاجتماع قال انه انتهاء اجتماع سلاسي بالقاهرة ضم الوفد الامني المصري ووفد الولايات المتحدة الامريكية والوفد الاسرائيلي اللي كان موجود مصر تمسكت بموقفها السابت نحو ضرورة الانسحاب الاسرائيلي منين؟ من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله برة تاني وده قرار ورأي مصري ارجعوا من عند معبر رفح الفلسطيني علشان انا وافق كمصر ان انا افتح المعبر الوفد الامني المصري اكد مسئولية العدو الصهيوني مسئولية اسرائيل على عدم دخول مواد الاغاسة والمساعدات الانسانية لقطاع غزة تمسك الوفد المصري بدرورة العمل الفوري لادخال ما لا يقل عن 350 شحنة مساعدات يوميا تشمل ايه؟ تشمل المواد الغزائية تشمل المواد الطبية وتشمل ايضا الوقود حقيقة ان مصر محور رئيسي في هذه الاحداث خاصة بعد المبادرة اللي قدمها رئيس الامريكي بايدن للوصول لسلام دائم بين اسرائيل وبين حماس